اشتركوا في القناة المسيرة مستمرة بحمد الله دون التوقف فصول تشريعية تتوالى بإنجازاتها وتجاربها وتطلعاتها للتطوير فالدستور ومؤسساته في حالة تفعيل دائم ذلك ما تمنيناه للبحرين وشعبها وما أثبت هذا الشعب الواعي أنه جدير به وذلك كان الهدف من المعمار الدستوري المتجدد الذي أقمناه من وحي ميثاقنا الوطني ليكون بمثابة صمام أمان لم تقتصر المرحلة الأولى على العمل التشريعي وحده على أهميته ففي السنوات الماضية والنابضة بحيوية البحرينيين رجالا ونساء استمعنا إلى الأقلام الحرة والجمعيات الوطنية والشخصية الدينية ورجال الأعمال والاستثمار وكافة القطاعات العمالية والنسائية والشبابية التي عبرت عن نفسها بكل حرية وإذا أرسلنا في المرحلة الأولى من مشروعنا الوطني الإصلاحي قواعد الممارسة السياسية طبقا للدستور والقانون فأن تفعيل الاقتصاد وتعميم الرخاء هو عنوان المرحلة الجديدة ولن نسمح لأي عائق يقف دون النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين وتنسيقا لهذا الهدف في عمق المجتمع فقد بادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين بصفاته رئيسا لمجلس التنمية الاقتصادية إلى تكليف لجنة تربوية مختصة من المسؤولين والخبراء لمراجعة النظام التربوي والتدريبي في البلاد حيث تركزت أعمالهما باتجاه هدفين رئيسيين في ضوء التجارب المتقدمة وهما الأول تطوير النظام التربوي في حد ذاته بما يتوافق مع حركة العصر الثاني المؤامة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بما من شأنه إيجاد الكفاءات الوطنية للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية ومن أجل الهدف ذاته عملنا ونعمل على جذب الاستثمارات للبلاد عاملين كذلك وبكل وسعنا لتعزيز الاستقرار من حولنا لأنه شرط مهم للتنمية والازدهار ليس في البحرين وحدها وإنما في جوارها وسنواصل سعينا نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية وهو هدف استراتيجي هام علينا تعزيزه والبناء عليه في سبيل الهدف المشترك لشعوبنا الشقيقة كافة كما سيبقى مستقبل الازدهار الاقتصادي في حوض الخليج مرتبطا أيضا بالتطورات في العراق وصولا إلى استعادته قوته ولعودته إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي أما على الصعيد الاجتماعي فسيبقى في مقدمة أولوياتنا تثبيت المكانة المستحقة واللائقة للمرأة البحرينية وقد حققت المرأة البحرينية مكاسب تاريخية وقد تحمل المجلس الأعلى للمرأة ومعه الجمعيات والقطاعات النسائية الناشطة مسئولية وطنية تاريخية بهذا الصدد وخاصة فيما يتعلق بالتمكين السياسي لها مع سائر قضاياها الأخرى وإذا كانت شريعة الإسلام قد ضمنت للمرأة حقوقها الإنسانية كاملة من ناحية فقد بلغ مجتمعنا البحريني بجهود الآباء والأجداد في التعليم والتنوير درجة من الوعي والتفتح مكنت المرأة البحرينية من نيل حقوقها السياسية كاملة ضمن مشروعنا الإصلاحي ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق للمرأة والأسرة البحرينية الوضعية القارونية الحافظة لكرامتها الإنسانية في إطار شريعتنا الإسلامية السمحة وفي هذه اللحظة التاريخية الخصبة من تاريخ البحرين ومسيرة مشروعنا الإصلاحي فإننا نود توضيح مبادئ الإصلاح والتغيير لنلتقي حولها في رؤية وطنية مشتركة ونرى أن هذه المبادئ الأساسية يمكن إيجازها في النقاط الثلاث التالية أولاً من حسن الطالع أن مشروعنا الإصلاحي انبثق خالصاً بالتوافق مع شعبنا الوفي من عمق التربة الوطنية ومن إرادتنا الذاتية المستقلة دون أي تأثير أجنبي وبلا شك فأي إصلاح لا يستمد قوته من جذوره العميقة لن يكتب له النجاح ثانياً وعلي فإن تطوير هذا المشروع الإصلاحي وتعزيزه وتعميقه لا بد أن ينطلق أولاً من الحقيقة الأساسية فتشارك مختلف فئاتنا الوطنية المخلصة في مسيرة التطوير والإصلاح في ضوء واقعنا الوطني الذاتي دون مشورة الأجنبي وتدخلاته ولن نتردد في تشجيعها ودعمها في موقفها الوطني المستقل عن تلك التدخلات حماية له قبل كل شيء فهذه المؤثرات من شأنها أن تحول الوطنيين إلى توابع بل تقضي على وطنيتهم ومبرر وجودهم وذلك ما لا نرضاه لأي مواطن ثالثاً إننا نعتمر مشروعنا الإصلاحي في شموله وفي كافة أبعاده السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية حصيل جامع للنضال الوطني البحرني فهو المظلة الواقية لكل التائرات الوطنية البحرنية والصدر المتسع لجميع همومها وتطلعاتها فلا إقصاء لأي اتجاه ولا تفرد أو احتكار لأي اتجاه آخر حفاظاً على مصلحة نضالنا الجامع وأفكاره وتطلعاته في لوحة البحرين الزهية بألوانها المتميزة والمتوازنة وحيث نتطلع في ضوء هذه المبادئ إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني المكثف في مختلف المجالات ومن منطلق الأولويات التي بدأنا بها هذا الحديث فإني أود في الختام أن نوجه النداء إلى كل بحريني وبحرينية من أجل تنمية الشخصية الحرة لمواطن حر لا يرضى بالخطأ فمواجهة التقصير لا يمكن أن تتم من خلال مؤسسة أو جهة واحدة ننتظر منها تحقيق المعجزات في هذا المجال بما تقدم يتضح أن طموحاتنا كبيرة وعالية من أجل البحرين وأنها تتطلب عملاً دؤوباً لا يقبل التراجع وندرك تماماً أن الطريق ليس معبداً بالورود على الدوام ولكن ما يشجعنا على ذلك ويدفعنا إليه هو أنني عندما ألتقي بالصغار في دروب البحرين ألتقي بما يمثلونه من صدق وعفوية ومحبة وأتزود بكل ما يحتاجه الإنسان من عزم في مواجهة الصعاب وأنعم منهم بتلك الابتسامة التي لا تفارقني وتزيدني ثقة بمستقبل البحرين فوعداً وعهداً بيني وبينهم ألا تغيب تلك الابتسامة عن وجوههم البريئة وأن تبقى لتصبح في سماء الوطن أكبر وأجمل